يا أهلا بحضراتكم مرة ثانية عودة من جديد لعشر الصبح في الأهلي وقولة فقارتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة والحقيقة فيه مستجدات كتير حصلت في الساعات حتى القليلة الماضية بقى عندنا أخيرا مدير فني جديد وجهاز معاون جديد فيه كلام على أن فيه لعيبة حيتم جلبها فيه كلام على أن فيه لعيبة حيتم تصاعدها فيه كلام على أن فيه لعيبة مش هتكون موجودة الفترة اللي جاية أكيد فيه مستجدات كتير كلنا أكيد هنلمسها بشكل واضح جدا في القريب العاجل وده اللي هنتكلم فيه مع كابتن محمد حشيش اللي منورنا في حلقتنا النهاردة صباح الفول يا كابتن صباح الفول أهلا بحضرتك منجور جدا صباح الفول صباح الفول خلينا نبدأ من جزئية تفاقل الجماهير بالمدرب الجديد ولو حضرتك دخلت على تويتر هتلاقي أن الأهلي رقم فورد تريندينج والناس كلها متفقلة بيقولك إحنا معاك وفيه كده رغبة بأن الموسم الجديد يبدأ ويبقى قوي ونشوف روح الأهلي تاني ونشوف الأهلي اللي احنا نعرفه اللي فات ده ما كناش نعرفه بصراحة تقلبات وتغيرات وإصابات وأي حاجة قاتت في الآخر كانت كتير يعني بس على كل حال ده في الماضي بنيبدأ إن شاء الله فترة جديدة وقارة جديدة خالص ومدرب جديد تماما وإسم البعض لحد دلوقتي قال لك آه يعني أجمع على أن سيفي جميل ربما لو قارنناه بأسماء كانت قبل كده يقولك لا يمكن الأفضل القرى السويسرية أو التجربة السويسرية مع النادي الأهلي كانت نكحة جدا صحيح ففيه تفاؤل كده رؤيتك للمشهد دلوقتي لأن لا يمكن نجح أسأل كابتن حشيشة أو أي حد متفائل بقالر ولا لا ولا حتقيمه لنا زين مستحيل نعرف ده دلوقتي بس قراءتك للمشهد سوفار زي ما بتقال بص أنا وانده هو طبعا النادي الأهلي مر بظروف صعبة خلال الشهور اللي فاتت منها طبعا يعني قصارة بطولتين منهم بطولة طبعا المحببة لدور العام وطبعا كل الخبراء وكل الناس وإحنا أجمعنا أن هي كانت نتيجة ليه ظروف المسابقات في مصر وتلاحهم المباريات والإجهاد ولعبك التعبانة وعلى فكرة دي حقيقة يعني أحنا ما كناش بنبرر للنادي الأهلي لأن النادي الأهلي كان من بداية البطولة قبل ما يحل التعب بقى واللي هو يوصل لحد الإعياء كان النادي الأهلي متصدر عن قارب المنفسين برقم كبير من النقاط والنادي الأهلي اللي خسر وعايز أقول أن حتى اللي كسب البطولة هو مكسبش النادي الأهلي لو تشوفها على مدار المباراتين مكسب نادي الأهلي وتعادل فحتى اللي كسب البطولة نتيجة لأن النادي الأهلي خسر مباريات نتيجة زي بقولك الإعياء وما كانش فيه يعني الصف التاني أو الناشئين اللي هم مراحيين اللي قدروا يعوضوا ولو 50-60% من بعض المراكز اللي هي أنهاكت تماما ومنها مثلا علي معلول السولية حمدي فاتحي الشناو كانش لسه برضو فيه الناشئين وده طبعا اللوم كان على فترة من فترات على موسمان أنه كان بيلعب بحوالي 14-15 لعيب وأهمل بقية اللعيبة تماما وفيه لعيبة يعني أخلاهم يرحلوا برضو كانت كان السبب الرئيسي أنهم دلوقتي ممكن يمشوا لأنهم ماخدوش الفرصة الكافية أنهم يقدروا يظهروا مع أنهم كانوا ما النادي الأهلي تعاقد معهم كانوا جايين مثلا حسام حسن كان هداف الدوري النادي الأهلي جاب وكل الدنيا كان بتتخاني عليه وهو فضل النادي الأهلي وجيه إنما ظروف المباراة ما كانش أنه يلعب فبالتالي مستوى نزل فما جيه خد فرصة بقى في وسط المعمع وفي وسط الضغط العصبي كان مش تمام فهي مشكلة النادي الأهلي فعلا حقيقة يعني أنه فعلا لعيبة كانت مجهدة عشان كده أنا بقول للناس الناس كلها لازم تتفائل لأن القصة جماعة مش مسألة انتداب أو أنها مثلا تعمل تدعيم للفرقة زي ما الناس بتقول تمانية لعيبة وتسعة لعيبة وعشرة لعيبة لا ما اللعيبة اللي موجودة دي هي اللي كان من فترة قرابة قوي جابت بطولات كتيرة جدا جابت إفريقيا كذا مرة وجابت دوري وجابت كاس وجابت بطولات كتير فهي هي اللعيبة إنما اللعيبة دي فعلا نحن قلنا قبل كده المقولة بتاعتي دايما أن اللعيب الناشئ اللي ما عندهش خبرات خالص أحسن من اللعيب النجم الكبير الدولي بس مش قادر وتعبان فمن هنا الناس ابتدت بقى تتفائل به الفترة اللي جاية والنادي الأهلي طبعا على مدار التاريخ عودنا أنه هو بعد ما يبقى فيه أزمات كده شوية الانطلاقة بتحصل لمدة ان شاء الله أكتر من الموسم بدأت طبعا بترتيب الأوراق كان لازم ترتيب أوراق خلال الفترة اللي فاتت ننسى طبعا الفترة الانتقالية بتاع سوارش راجل جاي وانلغط النهاردة ما قدرش أحكم عليه إذا كان كويس ولا وحش بس هو جاي في ظروف صعبة بالنسبة له وبالنسبة لنا برضو كان اللعيبة الأساسية كلها خدت رحات خلاص وبتدي لعب بالصف التالت والناشئين فطبعا ما تقدرش تحكم عليه والراجل كمان ما كانش عنده فرصة أن هو يلعب أو يدرب لأنه كان بلعب يريح يومين ويلعب الماتشة بس كان ممكن نشوف ولو أمارة بسيطة يعني برضو كان ممكن نشوف باصمة ولو أنا معاك بس هو الراجل ماشي فمش عايزين نخص عليه أكتر من كده هو كفاية أنه ماشي خلينا في الوضع اللي احنا فيه حالية برضو رجوعا لنقطة الحكم المسبق على المدراء الفنيين أكيد بتفرق كثير لما يكون انت جايب مدير الفني جديد أو مدرب جديد وعنده خلفية قوية كما هو الحال في وضع كولر ومن زاوية تانية ساعات برضو مبقى الشرط أو لأنه ياما قبل كده عدت علينا أسماء كنا فاهمين أنهم حيولعوا الدنيا وما حصلش وياما جات لنا أسماء كانت مجهولة تماما وأثباتت جدارة في حالة كولر فكرة أن الراجل ده من ضمن سبقة أعماله التفصيلة بتاعت منتخب النمسا أن الراجل ده كان مسؤول وكان هو المدير الفني المنتخب النمسا اللي كان في المركز الحاجة وسبعين في قائمة ترتيب يعني منتخبات العالم تقل لقوتها وقدر أنه يطلع بيهم من المركز الحاجة وسبعين للعشرة الأوائل دي ممكن تبقى نقطة مطمئنة بالنسبة لنا تدينا إحساس بالثقة مبدئيا يعني أضعى في الإيمان مش هيحصل زي ما حصل مثلا مع سوارش أنت ما تشوفلوش بصمة تعالي مشوارد ده يحصل في الحالة دي هو طبعا يعني كولر طبعا اسم كويس سي في بتاعه كويس الحتة الأخيرة بتاعت منتخب النمسا دي حاجة جامدة لأنه مش أي برضو مدرب أو مدير فني يمسك منتخب ومنتخب بلد كبيرة لها تاريخ في كرة القدر يعني وصعدوا بالشكل ده وصعدوا تدريب دايما المنتخب بيبقى أصعب بين النادي لأن النادي أنت عندك تجالس الفن والعيبة وإنما المنتخب بيبقى بتضرب على فترات ما بقاش فيها انتظام في التدريب وفي نفس الوقت في بعض اللعيبة اللي بتلحق تبص عليهم في خلال الدوري ممكن يكون مثلا في بعض اللعيبة مستوها مثلا في فترة لفترات نازمة في انتخدش منتخب إنما النادي مختلف أنت عندك مجموعة من اللعيبة 30 لعيب عندك فرصة أن أنت تدربهم صبحوا بعد الظهر وموجود معاهم عايش معاهم هو جاي الحمد لله في توقيت كويس بداية كويسة في راحات زي ما قلنا يعني شبه نرجع ليه أصلنا تاني اللي هو تاخد راحة كويسة 3 أسابيع شهر وتبدأ فترة إعداد بالتدريج وتبتدي المسلم بتاعك فهو جاي في توقيت كويس من راحة الحبايب فيلر الناس كلها طبعا بتحبوا وعمل نتائج كويسة نفس المدرسة عمل نتائج كويسة بل بالعكس كمان فيلر كان السيفي بتاعه أقل منه يعني لمسكش برضه على مستوى المنتخبات فرق وعمل يعني معها نتائج كبيرة إنها مع ذلك الفترة اللي عادة كانت من أحسن الفترات للنادي الأهلي خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا نتائج وأداء صحيح فده بدينا برضو تفاؤل بالراجل الجديد زي ما بقولك الوضع الطبيعي إنه هو جاي على فترة راحة يبدأ بقى فترة إعداد جاي على بعض التدعمات اللي النادي الأهلي برضو وعايز إن شاء الله يجيبها ولسه بس لسه ما أعلنش عن تقريبا كلها في بعض حاجات تتصرفت كده إنما إحنا بنتظر طبعا الإعلان الرسمي من النادي الأهلي فإحنا كلنا متفائلين وزي ما بقولك النادي الأهلي خاصر اتنين دوري وراء بعض النادي الأهلي مقصرش أكتر من كده هي كان بس نتيجة للظروف وبكرر تاني وبعيد إن أنت النادي الأهلي هو اللي خسر نفسه بنفسه خلال الفترة اللي فات نتيجة للظروف اللي احنا قلنا عليها والإجاد وتدخل المباريات أنا متفائل بالفترة اللي جاية مجلس الإدارة طبعا بعد عودة لجنة الكورة وكابتن خطيب المسؤولين تماما عن دلوقت الاختيارات والتدعيم ومشرفين تماما على لجنة الكورة وجود كابتن خطيب نفسه في اللجنة أعتقد ها يدي نجاح كبير في الاختيارات وفي التدعيم الناس كلها سواء جمهور أو سواء لعيبة متحفزين يبدأوا الموسم عايزين نفرح بقى ونرجع النادي الأهلي لأننا اللي كنا فيه ده هو اللي مش طبيعي ده مش طبيعي خلص ده عملنا يعني عشرين سنة فاتت ما كناش عاملين الحاجات دي أو ما حصلش أننا عاسبين مثال دولي أننا نخسر مرتين وقت من عشرين سنة ونخسر بطولة تلاتين سنة عارفة تحسي أن الدنيا كانت مغيمة بس ده فعرف الحياة عمتا ده طبيعي لا يمكن تمشي تبقى الأول في كل حاجة وعلى مدار اللي هو فورافر أو على طول لا يجب يحصل دروب وترجع تاني وده حصل قبل كده برضو معنادي قالي كل عشر سنين تقريبا بيحصل دروب زي كده فده معدل كويس قوي يعني على كل حال ده من أسباب اللي أنا بقول عليه التفاؤل طبع عشان كده والله احنا متفاعلين جمالية يعني وحنروح فاصل وهنرجع بس وحنا في الفاصل حواري حضرتك تويتر احنا رقم أربعة بقول لحضراتكم الأهلي هاشتاج رقم أربعة دلوقتي في مصر ولو تخشوا أصلا تكتبوا حتى كده عن كولر هتشوفوا الناس قد إيه عندها أمل وقد إيه بتشجعوا وقد إيه عندهم طاق التفاؤل لأن كله بقى زي ما هيك بتقول منتظر الكامباك بتاع الأهلي اللي احنا نعرفه خينروح فاصل ونرجع نكمل حديثنا مع كابتن محمد حشيش يا أهلا بيكم مرة تانية رجعنا عشان نكمل زردشتنا مع كابتن محمد حشيش اللي منورنا في حلقة النهاردة واللي عايزين نعرف منه كمان يعني طبعا إلى جانب التفاصيل النادي الأهلي اللي كلمنا فيها ولسه هنكمل فيها كلام بس عايزة أسأل حديك على تقييمك لي يعني الموسم اللي فات ده من الدوري ودي النسخة الأولى اللي تكون فيها لمسابقة الدوري تحت إدارة رابطة الأندية مش بشكل مباشر من خلال الاتحاد كما هو الحال سابقا شفت التجربة دي إلى أي درجة كانت نجحة يعني أنا شايف من وجه نظر إنها كانت تجربة نجحة لربطة الأندية في حاجات إيجابيات حصلت فيها منها طبعا والأهم بالنسبة لي أنا برغم الظروف اللي كانت صعبة ما بين فترات توقف كثيرة بالنسبة للدوري مباريات كاس العرب تصفيات إفريقيا بالنسبة للمنتخب تصفيات كاس العالم الأمم الإفريقية كل الكلام ده غير طبعا المباريات الأندية المشتركة فيه الأبطال أو الكونفدرالية برضو خادت تعطيل كبير وتوقف كتير في فترات كتيرة وطبعا على رأسه من نادي الأهلي اللي هو الفري الوحيد اللي كامل لغاية الآخر لغاية النهاية ده كله الدعب طبعا على جدول الدوري طبعا واحنا أساسا بدئين كنا برضو الموسم ده متأخر نتيجة لظروف كورونا والنتيجة للموسم اللي قبله برضو تأخر ففي ظل الكلام ده كله والجدول ينتظم وتقدر برضو تنهي وتلعب الكاسي القديمة وتخلص يعني في حاجات كتيرة برضو الحقيقة كانت معوقات بالنسبة لسنة أولى ربطة يعني صعبة شوية وفي حاجات برضو من الإجابيات إن هم ابتدوا يرجعوا الجمهور تاني للستادات يعني صحيح بعداد قليلة إنما أحسن من ما فيش أحسن من تبعات كده في الصحراء ما فيش أي حاجة على الأقل خمس تلاف هنا وهنا دي بتدي برضو يعني شكل شوية وحس للمباريات اللي من إن شاء الله بإذن الله بنتمنى إنها طبعا يعني تزيد خلال الموسم اللي جاي ياريت تبقى نص توصل لنص حتى الاستادات تدي طبعا يعني يعني دعم كبير وخصوصا الأندية الجمهرية اللي على رأسها طبعا أكبر جمهور هو جمهور طبعا نادي الأهلي اللي طول عمره يعني سبب رئيسي في بطولات النادي الأهلي وإحنا عارفين إن جمهور النادي الأهلي هو السبب الرئيسي في إنه النادي الأهلي نادي القرن لأنه كان بيدعم طبعا سواء في المحلي أو إفريقيا أو الصفر أو أو فأنا شاف إن الرابطة الحقيقة يعني بعض القرارات اللي اتخذت برضو أو العقوبات سواء لعيبة لأجهزة لجمهور شفنا إده إده عقوبات السنة الجمهور بحالة كويسة يعني فكل كلام ده كويس إن شاء الله بإذن الله بقى عندهم أفكار كتيرة إن شاء الله كمان في وجود كلتنبرج لتطوير التحكيم نشوف برضو لأن كان برضو التحكيم كان فيه معاوق شوية لأداء مش شوية معاش خيانة بقى صورة حالة كتيرة لأداء المغارات طبعا طبعا وده طبعا بيعود على يعني في مشاكل كتيرة كبتحصل للربطة طبعا في شكاوة كتير كبتحصل ومتشاط وعايزة تتعاد والصورة بشكل عام مش حلوة لمنظومة الكورة المغارية أصلا بالضبط إحنا دلوقتي بنطلب منهم يعني بالترزيب كده جمهور يبقى أكتر عددا يهتموا كمان بموضوع البس تلفزيوني الإخراج التصوير الحاجات دي عشان كمان يساعد الفار بقى وربنا ياخد بيده كده ويبقى كويس يعني خلال الفار عايز فار عايز فار كبير شوية صحيح فكل ده احنا طلبينه من الربطة طلبين ان احنا يبقى الدوري منتظم جدول ينزل كامل لغاية الآخر إذا كنا السنة دي خلصنا يا دوبك في آخر شهر تمانية احنا عايزين نخلص بدري شوية برضو عشان نقدر بقى من الموسم اللي بعد كده نبتدي بطريقة صحية حياة ان شاء الله طيب احنا كنا منتكلم في نقطة مهمة انا وكريم في الانترو حركة بعتنا كابتن محمد وقلنا ان لا يمكن مدير فني مهما كان عنده من الخطط ومن الستراتيجي ومن يعني الاجندة وكل الكلام ده او تصور ان هو يشتغل لوحده لازم يكون معاه فريق قوي امكد ده اللي حصل وكان محظوظ فيه بشكل كبير مش فايلر بس منوال خسي هما بيتقال منوال جوزي يعني انا بنطقها بطريقتهم سوق نفس الشخص المهم فكان معاه جيل عظيم بصراحة والبعض لو قارن بيقولك لا ده كان جيل متفوق بشكل كبير جدا فنيا فده ساعد منوال ان هو يقدر يحقق الانجازات اللي حصلت نقول كم سنة اللي فات واللي ملهاش مقارنة بصراحة هل الجيل الحالي ده بالشكل ده انا مش هتكلم بالغيابات او بالإصابات انا بتكلم الجيل اللي موجود قبل كل الكلام ده مع يقدر يحقق نفس الانجاز يقدر يحقق نفس الطموح بتاع جماهير النادي الاهلي ولا بممتاز صراحة احنا محتاجين اعادة تبديل وتأهيل وصفقات جديدة خليني يعرف من حضرتك كابتن حشيش بص احنا مش عايزين نظلم من الاجيال ما فيش جيل زي التاني وبصراحة كده يعني في كل مناحي الحقيقة عندنا اللي بيروح ما بيرجعش الحاجة الكويسة اللي بتروح الحقيقة ما بترجعش لازم نعترف بكده يعني ولو مررنا كده على الأجيال يعني هتكلم على الجيل اللي أنا كنت فيه مبلاش القابله يعني جيل بتاع الكابتن الخطيب واللعيبة انت كنت بتلاقي 11 لعيب في الملعب منتخب مصر ونجوم صحيح الجمهور كان بيسعى وبيجري يروح الاستاذات عشان يتفرج على اللعيبة دي يتفرج على مين مين ولا مين ولا مين ولا مين وبعدين كان دايما اي مدرب بيبقى موجود في نادي الأهلي عنده مشكلة دايما يقولك تدريب نادي الأهلي صعب لان كل الفرق نجوم صحيح وكل الفرق منتخب مصر فهيلعب مين ومايلعبش مين ولازم يرضي الناس كلها زي دا مش حاصل عندنا دلوقتي دلوقتي مش حاصل خالص دلوقتي احنا بنيجي فترة من الفترات وشوف السنة اللي فاتت يعني بنقول ايه لو قفش ما سنغاب شواء بنقول ما فيش صنع العاب الدنيا وهو اللكورة وبيمسك لو ما عرفش مين في خط الظهر كذا لو الشناوي لو لو لا احنا شكرا جدا بس نقطة وصلت للأسف الشديد طبعا فيه فرق على الأرض بشكل كبير على كل حال نتمنى خير إن شاء الله للنادي الأهلي في الموسم الجديد تحت قيادة كالر وعندنا أمال كبيرة جدا والناس متفقلة يارب يكون عند حسن ظننا بإذن الله هنروح قبل الفاصل هننوه بس أننا معاي هننتهى خلاص كده سيكون معنا سيكون معايا دكتور يام الحياوي وإحنا نتكلم في ملف أعتقر هيهم أحضراتكو وهو عن التغذية والسمنة عند الأطفال خليكم معايا